السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين في كل مكان أهلا ونسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صرخة ناشئ الموسم الجديد النهاردة بيبتدي معاكم إن شاء الله نحقق الحلم ونوصل صوت كل ناشئ في مصر برنامج صرخة ناشئ برنامج معمول مخصوصة عشان قطاع الناشئين بنحاول نكون سند ودعم لكل ناشئين مصر الحمد لله رب العالمين في السنة اللي فاتت قدرنا نحقق ولو جزء بسيط من نجاح برنامج صرخة ناشئ الرسالة اللي احنا عايزين نعملها وعايزين نوصلها لكل الناس الحمد لله رب العامين بدقدر نوصل لعيبة لبعض الأندية الحمد لله تعاقده مع نادي الانتاج الحربي وفي تعاقد مع نادي إيرسبورت وفي تعاقد الحمد لله رب العامين يعني قدرنا نحقق نجاحات مش بطالة في السنة اللي قولنا لنا بإذن الله في صرخة ناشئ السنة دي بإذن الله في الموسم الجديد عندنا طموح كبير أو بإذن الله نقدر نوصل أكتر من كده بإذن الله في بداية الحلقة بحب أبارك وهني أحب أبارك وهني لمصر مش للأهل أو للزمالك بحب أبارك لمصر على التنظيم بحب أبارك للقادة في مصر على رأسهم من رئيس عفتاح السيسي وزير الشباب والرياضة نهائي دورة أبطال أفريقيا أهل وزمالك نتيجة كبيرة أنه بعد سنين طويلة أوي أول مرة في التاريخ نهائي القرن في واحدة من أكبر المباريات في واحدة العالم كله كان بيتفرج عليها كانت مباراة كويسة كانت مباراة قوية قدر فيها الأهل يحقق البطولة التسعة البطولة الغالية عليهم اللي الأهل انتظارها كتير قوي انتظارها بقاله سبع سنين وصل للفايلان ثلاث مرات عشان يحقق النجمة التسعة وحقق على حساب مين؟ حقق على حساب نادي الزمالك في المورا شهدت قمة القصارة والمتعة الأهل تقدم في أول خمس دقايق وبعد كده شيكبالا يتعادل في الديئة تلاتين وبعد كده المطش الناس كلها ظنت أن المطش رايح للوقت الإضافي فجئنا محمد مجد أفشا بجون عالمي أنا بسميه جون عالمي لأن جون محمد مجد أفشا ما يقلش أهمية عن جون محمد أبوتريكا في الصفاكس التونسي جون محمد أبوتريكا في الصفاكس التونسي كان بداية جيل جديد جوا نادي الأهل يحقق بطولات وياخد إنجازات أنا متفائل بجون محمد مجد أفشا لأنه هيبقى بداية جديدة فعلا جوا نادي الأهلي بطولة 2020 بطولة كانت قوية أوي على نادي الأهلي قدر يحطم كل الكويت فيها قدر يتخلص من كل العقاد كسب ساندونس اللي كان كسبه السنة اللي فاتت خمسة قدر يستنادي النهاردة الأهلي أنه يطيح بساندونس من دور الثمانية قدر يكسب نادي الوداد المغربي في دور قبل النهائي الوداد اللي كان طلع الأهلي أو خد من الأهلي البطولة في 2017 النهاردة نادي الأهلي بيحقق الفوز التاريخي لأول مرة على نادي الزمالك في نهاية دورة أبطال أفريقيا وده يتحسب لنادي الأهلي ومجلس إدارته ببارك للخطيب كابتن محمود الخطيب ببارك لمجلس إدارة نادي الأهلي بالكامل ببارك للجهاز الفني طبعا لو حبينا نتكلم هنتكلم عن فيلر لأنه هو اللي كان أساس المدرب الجنوب أفريق مسماني قدر يحقق البطولة آه هو جاء بالنهائي قدر يكسب الوداد طبعا طبعا إحنا لو هنتكلم عن إنجاز نادي الأهلي هنتكلم كتير أوي كتير أوي لأنه فعلا إنجاز نادي الأهلي كان كبير جدا هنطلع لفصل صغير عشان نستعد لضيف الحلقة دكتور زكريا محي الدين نائب رئيس مجلس إصدارة نادي إيروس بورت اللي النهاردة احنا عاملين الحلقة مخصوص لنادي إيروس بورت على الصعود للدرجة الثالثة انتظرونا بعد الفصل ورجعنا لكم تاني بعد الفصل معايا ومعاكم الدكتور زكريا محي الدين نائب رئيس مجلس إصدارة نادي إيروس بورت اللي بنرحب به في برنامج سرخة ناشئ مرحب بيك يا دكتور أهلا بيك أهلا بيك وأهلا ببرنامج جميل ربنا يا خلي حضرتك يا فرد احنا طبعا سعداء بحضرتك بدأ وجودك معنا في القناة سعداء بالإنجاز الكبير اللي حققوا نادي إيروس بورت السنة دي في الصعود من الدرجة الرابعة للدرجة الثالثة في أول مشاركة لنادي إيروس بورت حابين نتكلم حضرتك باستفادة عن نادي إيروس بورت عايزين نعرف الجمهور نادي إيروس بورت عايزين نعرف الناس نادي ده العملاق اللي تولد كبير أولا بسم الله الرحمن الرحيم أنا بشكرك على المقدمة الجميلة وبشكرك على الاستنظافة الجميلة والحقيقة بشكرك على اللقاء الجميل اللي التقين فيه اللي أسعد الجهاز الفني واللعبين والإدارة بالكاميرات الجميلة واللقاءات الرائعة منك ومن تيم العمل نبزة سريعة نادي إيرو سبورت نادي إيرو سبورت بيقع في مكان متميز جدا بالقرب مطار القاهرة نادي إيرو سبورت ده يعتبر ناديين ده في المخطط الأول لأن إن شاء الله سيبقى فيه أكثر من نادي على مستوى مصر النادي الأول 44 فدان والنادي الثاني اللي قدامه 12 فدان الحمد لله يعني بيمتلك النادي منشآت من أفضل وأعلى المنشآت على مستوى مصر أنت قلت كلمة جميلة هو ولد عملاق الحقيقة لما أنشئ النادي ده أنشئ أن هو بيخاطب يعني فئات عالية جدا منها طبعا طيارين ومنها مصران ومنها هما كان معمول أصلا لوزارة طيارين مدني وهو تابع وزارة طيارين مدني فاهتموا في كل التفاصيل صغيرة وكبيرة كمنشآت وكمباني وكسيرفز لما رحنا بدأنا المشوار السنة الفاتسة نبقى للسنة في النادي الحقيقة بدأنا نحط رؤية إزاي نعم الرياضة بداية الرياضة هو عبارة عن مدارس تعليمية وأكاديميات رياضية وقطع بطولة فربنا أكرمنا وقلنا إن إحنا نبدأ بأقوى حاجة فالحمد لله يعني جبنا يعني تعاقدنا مع كتن شمياكا من الله تعالى اعمل جهازك ويعمل فريق الضرية الأولى ويبدأ قسم الرابع فكانت دهشة بالنسبة للناس لسا كنت أسأل حالك السؤال ده؟ وجبنا بقى أكاديمية إنضاللخت اللي هي بتمسك قطاع البرامة الناشئين ناشئين الكابتن عمد حسن م شاء الله فالناس كانوا في زهول قال لك كابتن عمد حسن وكابتن شمياكا في نادي ما حدش يعرفه مين نادي إيروسبورت اللي جايب الأسماء دي فالحقيقة بقى فيه تحدي كابتن عمد حسن بيتحدى بالأكاديمية وبالنضال القوي جدا وبجهاز تدريب غير طبيعي ومجموعة مدربين ومنظومة أنا ما شفتهاش في حياتي خليط نحل دقة أداء كواليتي بيخرجوا لاعب على مستوى عالي جدا يعني فعلا بيعملوا قطاع براعي مناشئين أنا شفت برنامج التدريب اللي أعملهم ومعهم راجل أجنبي بيحط المخطط يمكن باشي شغلي يعني أنت عارف أنا شغلي كله رياضة في حياتي كلها يعني يعني أنا مش بسكت بس في حياتي لا الحمد لله أنا خدت علوم الرياضة يعني واضع برامج فلا شفت شغل احترافي والحمد لله عملنا 11 فريق براعي مناشئين في زهول برضو من بقية الفرق في مدة صغيرة جدا في ظرف أربع أو خمس شهور السنة الفاتت فجئت باجتماع مع كابتن أحمد حسن والجهاز المعاون دكتور احنا نعمل قطاع بطولة وحنشترك في الدولة العام كابتن انت بقول ايه قال لأنا بقول لك كده قلت له تذكر على الله اه واشترك السنة دي فعلا في الدوليات قطاعات الناشئين البراعي وبدأ يبقى فيه حاجة تنفسية غير طبيعية وبدأ الولاد الفرق مصر كلها تبتدي تبص عنها عليهم ويبتدوا يتكلموا على العيد من عندنا قلت لهم انا ولا لعب القطاع بالكامل انا عايز احنا نقف على جيلين الاول بعد نشوف بقى نشتري مين نبيع مين الكلام ده يعني الجزء الاستثمار ييجي بعدين انا بس عايز انوه على حاجة ما عليش بقطع حضرتك الارقام التليفونات بتاع نادي ايروس بورت على الشاشة قدام الناس اللي حابب يتواصل مع ادارة نادي ايروس بورت من خلال الارقام اللي ظهرت قدامكم على الشاشة كاميرا دكتور الحقيقة لما جينا الجهاز الفريل الاول يعني تولى الكابتن هشام ياكن قال لنا انا بوعيدك بالتحدي فانا مليش دعوة وكان فين يعني انا ليه دعوة ان انا الراجل ده جاي يتحدى يبني التحدي يتحدى نفسه السؤالي هنا لحضرتك ازاي اقناعت الكابتن هشام ياكن بتاريخه الكبير الجيل التسعين كأس العالم اللاعب نادي الزمالك يعني فرق كبيرة في الدورة الدرجة الاولى والدرجة الممتاز والله ما حسد انا تعالى تلات اسماء تلات اسماء كبار اولهم قعدت مع كابتن هشام ياكن عفوا بعد الاعداء معاه قلت للجهاز عندي قلت له مش عايز اعلم حد تاني فقعدت معاه قال لي الكلمة دي الكلمة دي قفلت بعدها قفلت الكلام معاي مدرب تاني قال لي يا دكتور انا جاي هنا واخدى تحديه وبعد ما عدت معاك احنا احنا الموضوع خلاص حقيقة كان يعني السنة دي بقى كان توجات اللي هو علي هاني رئيس مجلس دارة والرجل اللي ربنا اكرمنا به في النادي طبعا احنا بنوجه له من هنا التحية على انا عرفت من حضرتك قبل الحلقة ان هو كان داعم كبير ليكم مداعم كبير اول فيه الكورو بص انا الراجل ده من ساعة ما جاء يعني انا مسميه الصادق الامين يعني اي كلمة كان بيقولها بيصدخ فيها ولو حتى على قابته يعني تكون يا دكتور كذا كون حنعمل كذا حنعمل بصراحة يعني انت بتشتغل في منظومة فرأس المنظومة لو مش داعم ليك حيبقى فيه عرقيل جملة جدا جدا وانت عارف البيروقراطية في الموظفين نفسهم لما تلاقي رأس المنظومة هو باور وزو شخصية وكلمة انت خلاص انت بتشتغل وانت بيديك تدافع فالحقيقة يعني اللي هو علي هاني بصراحة راجل متفاهم جدا وعايز يوصل للنادي لأعلى مستوى وهو راجل انا بسميه دايما راجل شيك فالرجل الشيك عايز يخلي كل حاجة حواليه شيك مزبوط والحمد لله ربنا اكرمنا بتيم عمل كويس وجيه تلاتة مساعدين رئيس مجدارة منهم يعني المساعدة الاصلة بقى اللي هو ايه معاي في الرحلة كابتن عمر شريف ده كابتن طيار برضو والحقيقة حد فاهم جدا جدا وفي الرحلة صلى عمره وكان بطل في لندبول فبدأ المنظومة تكتمل يعني انت لما كونك تشتغل وحدك غير لما تشتغل بيتيم بيتيم كامل فاهم صحيح والحقيقة سابورت لنا معاي الوزير محمد كابتن منار والمهانس محمد سعيد رئيس الشرك قبضة بقت المنظومة بقى من فوق سابورت ليك وعايزين يساعدوك والمنظومة انت شغال والتيم كله والجهازة جهازة التجهيل تحت عايز ينجح فانت ما لقيتش صدام يعني لو فيه اي عرقين بتدوب لان ما بتطلعش بره الخطوة ده بس على الجهاز الكورة والحمد لله السنة دي احنا يعني قسم ثالث وان شاء الله وعد ان احنا من الثالث للتانية ومن الثانية الاولى ده الترجب بتاعنا المسم السنة دي كان مسم استثنائي كان مسم صعب جدا على على الرياضة المصرية بشكل عام وعلى الرياضة على مستوى العالم يعني كورونا النشاط يتوقف السعود لا ما تتصعدوش لا هتلعبوا تلقي احكي لنا الموضوع ده والله سيد محمد ما عليش يا دكتور اقطع حضرتك معانا اتصال نورهان من الكاهرة اهلا بيك يا نورهان اهلا يا سيد محمد يا حضرتك الله يخليك يا فن وتفضل يا فن اه الف مضعوب عدد البرنام الصوت يا جماعة معلش بإذن الله عبد الحميد ان شاء الله الصوت يا جماعة معلش تشاكرين يا نورهان كامل يا دكتور ما عليش الحضرتك بتقول ده يعني وقفت وقفت كورونا واللعيبة قعدة بيتها ما تتمرنش والعودة وطبعا ما بين بقى احنا هنكمل لا احنا في صعود لا احنا في هولد فانت مش عارف انت هتكون فريق جديد تدخل به قسم ثالث لان كان الاتحاد كان الكلام انه سعد خلاص كان الكلام انه سعد اه بالضبط وفعلا جالي مكالمات من الاتحاد بتؤكد الدكتور خلاص انت سعد الموضوع انتهى مش اكتر من كده يا جماعة اخلي كابتن شامي مرن طب ما يمرنش انت سعد كون للقسم الثالث فطبعا بدأت اجيب الكابتن شام اقول له انا انا بمشي دايما في حياتي بنظام الاحتماليات ما باخدش حاجة مسلمة قلت له انت مرن ولادك مؤقتا لحد ما يجي القرار النهائي والله يجي القرار النهائي ابتدي شوف اللعيبة اللي حتتعاقد معها وبتدي اشتغل عليها وفعلا بدأ مرحلة التدريب وهي دي الحمد لله اللي كانت يعني ايه يعني السبب نواء اللي سندتكم نواء اللي سندتكم بدأ يجي باللعيبة وبصراحة يعني انا انا مش هقول لك شكر خاص لللعبين اللي موجودين و طبعا كلهم رجالة بس كان فيه اتنين كانوا سبب المكسب يعني الحقيقي او كسب الصعود هو لعب جاب جون احترافي جامل جدا اسمه انو ووليد جنزه اللي هو الجون اللي صد صد الكورة من فريق اسكو شفتها شفتها وانعرضها انا عرضها على اول اه شفتها الديئة والله يا عسيس محمد انا كنت اعب بفرج عن وراه الكورة دي جت الكون فاضي وخلاص هيجي بالجون وخلاص مش هنصعد فانا بسلت الناحة التانية لقيت مساعد رئيس مجد قعد معايا عميد اسمه حازم حد جميل جدا مسكي دكتور ما جاتش انا طبعا مش هقول لك يعني كان مطيف لا تصدي تصدي قوي جدا ورد فعله كان مميز ده جاي من انت عارف حضرك شفت انا الكورة على الهواء يعني يعني هو ده صد الكورة وانه ده جاب جاب الجون اه ده انا باعتبرهم دول سبع الصعود حقيقة معلش هنرجع لانهار التاني اللي بتتصل علينا فاضي لانهار ايه استاذ محمد ازاي حضرك افن الحمد لله الف مبروك على العودة الفرنامج بإذن الله عود حميد ان شاء الله ربنا يخليك استكل عايز ارحب بدكتور زكريا وابريك له على الصعوب لدوري درجة تلسة وبإذن الله بتخطم دايما ان شاء الله بقى درجة تانية وممتاز ان شاء الله ان شاء الله وربنا يوفقكو يا ربنا شاكرين اتصالك بس بقولك يا دكتور بقى انا بتمنى يعني ان النادي يتعرف اكتر وتعملوا دعاية اكتر لانه يعني يستحق انه يجبر يعني النادي اكتر من رائع فعل احنا عرقمنا دلوقتي على الشاشة نورهان دي للتغاصل للناس كلها وان شاء الله بإذن الله رسالتك وصلت تشكلينها نورهان تفضل يا دكتور هو طبعا نورهان عندها حق وانا بوعيدها ان شاء الله على الهوى ان في حملة حملة يعني قوية جدا 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 بالنسبة للنادي ان شاء الله لان احنا كنا غافلين الموضوع ده واحنا معتبرين ان النادي معروف بس لما كان جالنا كومنتات كتير قوي على جماعة انتو النادي ده يعني كل حد يجي زيارة بس عابرة قال ايه جاي عايز يقدم عضوية عضوية انا عايز اشترك عضوية فان شاء الله يعني يعني احنا سؤالي بقى لحضرتك بالنسبة بالنسبة العضويات وكده نادي ايروس بورت تابع لوزارة الطيران هل هو خاص بالطيرين والناس اللي عامل في وزارة الطيران ولا مفتوح لكل الناس هو سؤال جميل وتسألت فيه كتير او لانه فعلا كان قاصر على الطيرين والعملين في وزارة الطيران وهو تفتح من فترة كده للاعضاء الخارجين يعني اي حد مستشارين زباط مهندسين اطباء عاملين موظفين كل فيه بس لجنة بيبقى فيه انترفيو لما بيتيجي تقدم وان شاء الله يعني مفتوح لكل ان شاء الله دكتور وحاجة وطبعا قيمة ريزنبل في البداية يعني بس لما بيروحوا بيلقوا الصرح ده فهو ما بيصدقوش القيمة المالية اللي هي قدام الصرح ده يعني ان شاء الله في متنوع الجميع دكتور زكريا صعدتوا للترقي جاء القرار تاني انه لا انت تلعبوا ترقي ما فيه الصعود مباشر قول لي بقى على الاجواء لان انا يعني قلت متابع جيد لان انا انا حبيبي الكابتن الشامي كان بحبه جدا بصراحة بشوف ان هو بيشتغل معا تحفظ كل حاجة اه معا معا جهاز فني قوي جدا يعني الكابتن حسين والكابتن عمر والكابتن يعني مجموعة ما شاء الله مش عايز انسى حد والكابتن عمر وطبعا على صهم المدير الكرة الكابتن حسين برضو محيد الدين فيعني المنظومة دي كانت عاملة شغلة كويس جدا قول لي بقى الترقي وشكل الترقي كان عامل معاكو ايه والله يا سيد محمد انا اقول لك انا اممكن اقول لك اول لقطة ان انا لما جالي تليفون من اتحاد انت دكتور خلاص انت انت صعدين فاجتماعت بالكابتن شام والتروبوس انا باخد نظيف الاحتماليات فحتيجي وتمرن في الاتك وكان متبقي على المفروض على القرار بتاعهم اسبوعين فيعني كان في حوار طب ننتظر اسبوعين دول طب عشان نجيب اللي ولاد من بيوتها طب حنمرنهم معيني مشيهم قلت له بقول لك ايه احنا كده كده اللي ولاد دول حتى لو حيمشوا ليهم وصعدنا ليهم مكافلة صعود صحيح وليهم تكريب فييجوا عشان نعملهم حفلة وبعا كان ياخدوا التكريم بتاعهم ويتمرنوا حتى اللي حيمش فيهم يبقى ماشي هو مرتاح ويلقى مكان كويس وهو وهو جاهز فكانت فكرة جميلة فجبناهم وظهر في اسبوع فجئت الدنيا تغيرت فجئت ان الدنيا كلها تغيرت وجي القرار ان احنا نلعب نلعب ده ومتبقى اسبوع طب احنا طبعا جي جماعة الجهاز ففي تضارب بقى طب دكتور احنا قلت لهم بقول لكم معسكر مغلق موضوع خلاص انتهى خلاص انتهى ده بلأمر الواقع لدرجة ان احنا عندنا العيبة كانوا زيدين حوالي عشرين كيلو خمسة عشرين كيلو موضوع مش ممكن يعني الحقيقة كان مخط الأحمال برضو اشتغل شغل عمر عبد منعم اشتغل شغل عالي جدا جدا وكان بيعونه بقى طبعا كابتن حسين السايد مدرب العام وعمر وحيد ومدرب حراس المرمى محمد سلامة بص يعني كابتن شام عمل منظومة قوية جدا 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 لدرجة ان كل الناس بقى ادخاليه نحل كل واحد اخذ تاسك بتاعه بدأ كل واحد يشتغل في الجانب بتاعه انت ما عندكش وقت انت معسكر ثلاث تدريبات في اليوم انت ما حدش حروح واقمت معاهم الولاد بيحسوا بطمأنينة لما بيشفوني قلت لهم جايلكم كل تدريب معاكم فالموضوع هتتحول من من ربكة لطمأنينة ايه رأيك ناخدك بما اننا احنا في وزارة التيران نسافر لحد الامارات كده معانا علي عبدالعزيز لعب مصري محترف في الدور الاماراتي يا علي سلام عليكم ازاك يا علوة الحمد لله زي حضرتك علي عبدالعزيز يا جماعة لاعب نادي المنصورة وناعب موليد تسعة وتسعين كان احد اكتشافات برنامج صارخة ناشئ النهاردة بنبريكلو بنهنيه على انضمامه النادي اليو ايف سي الاماراتي اللي بيلعب في الدرجة الاولى كلمنا علي عن التجربة وعن صفرك وعن الحكاية كلها تجربة والتجربة كويسة جدا لنا يعني في مصر الناشئ بيعاني كتير يعني وعلى ما يوصل أو في رأي هنا الأمور وعليسة وحسن كتير في البداية انا حابب اتذكر برنامج صارخة صارخة ناشئ والمصورة حالا تصوير باشكرك جدا يعني بوقفة جنب كتير حبيبي علوة ربنا كلمت ان انت البرنامج الوحيد اللي بتتكلم بخيارية ومشافاتية عن المشاكل الناشئين علوة التعاقد تم بينك وبالنادي اليو ايف سي عن طريق الكابتن انا عرفت ان الكابتن عصام الحضري كان له دور كبير اوي في الموضوع كلمنا عن 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 تواجد الكابتن عصام الحضري في نادي ايه حكيته مع النادي اليو ايف سي مصر ايف سي بس ويقصر المدير التنفيذ الكابتن ابرانس لاني تعاقد معايا وفي الحال يعني تم التعاقد على خوض احنا ان شاء الله يا علي بنبريك لك المرة تانية وان شاء الله تبقى معنا في حلقة احنا معنا الدكتور زكريامي وحيددين طبعا انت ممكن ما كنتش شايف الصورة كويس بنشكرك وان شاء الله على وعد ان شاء الله تبقى معنا في حلقة بإذن الله احنا عايز علي ان شاء الله او ما ارجع انا حجزه في نادي إيرو سبورت يا علو انا حجزك ان شاء الله في نادي إيرو سبورت مع كابتن شامي كان او ما ترجع ان شاء الله ان شاء الله يا دكتور شكرا يا علو صدر دكتور ما عليش اطعتم ابدا فبدأنا خلاص الاسبوع ده انا فيش وبدأنا وسبحان الله حصل على القرن ونكسب مباراة ونضغل مباراة لدرجة ان احنا كان في مبارتين قبل الفاينال لو في فرقة كذبت يعني فرقة فرقة اسمها ناشئ العمال لو كذبت خلاص احنا برا حتى لو كسرنا يسكت المفارقات وربنا سبحانه وتعالى المريض يكلل جهد جهد الانسان فناشئ العمال كذبان الفرقة اللي بيلعبها منشية ناصر لحد ما الوقت الاصلي خلاص اه دي تسين فالجهاز كان قاعد معايا في المكتب لقيت بعض من الجهاز بقى يبكي قلت لهم كين مرحبا السعود انتهت قلت لهم كين واحد قلت لهم سبحان الله انتوا بيتبكوا هو ده الخير تأكدوا ان ربينا هو اللي كاتب الخير صحيح ما حدش عارفين الخير صحيح وقفلنا الفات المكتب وخدتوه ونزلنا مشيت دي اتين لقيت كابتل شاميه كان بيكلمني دكتور اناش عمال كسر مبروكا دكتور ان شاء الله وطبعا الجميل بقى الجميل اللي كان معاه كابتن طهر ابو زيد رحمك لقيته بيكلمني يا دكتور ده شام يكر رجعنا لعشرين سنة بالضبط رجعنا يا كاس العالم بالضبط ده ما عدنا بقالنا الساعة اوروبا احنا في التليفون كان بيتكلم بيتكلم معاه فالحقيقة قلتلهم سبحان الله الفرح حلوى الفرح حلوى طبعا فجينا على مطش اسكو سبحان الله بقى المفروض ان يكسب اي مكسب خلاص سعارك اه وكان المصيب زي ما بقول لك المطش اسكو اسكو اتقدم واحد سفر تريبا احنا كنا واحد سفر واحد سفر اتعدله وبعاك اتعدله وبعاك اقانو بقى جاب الجوم للمكسب وكان اللي حارس الجميل وليد شالكورة ديئة وتسعين انا مساجل مع وديد ومساجلين مع انو مساجلين مع ناس كلها وانا اقراضها دلوقتي الكورة راح تنص الملعب كان الحكم يصطر بص هو ربنا سبحان الله مريد يقول لك انت ايه واحد تزعل صحيح خليك راضي وانا حديك الهداية بتاعتك لان انت تستحقها طالما هم استحقوها فربنا اكرامهم بيها بس بجهدهم مزبوط انا قلت لهم انتوا اللي تقولون دلوقتي انا برنامج سرخة ناشئ خاصة بكتعات الناشئين نادي ايرسبورت انا عارف ان انتوا بتحاقدين مع الكابتان احمد حسن اكاديمية اندر لخت لو في ناشئين من برة اكاديمية اندر لخت عايزين ينضموا لنادي ايرسبورت ايه الاجراء المتابع او ايه يعملوا ايه عشان يقدموا في نادي ايرسبورت هو بالفعل في ناشئين برة هو اكاديمية اندر لخت اسمها الأكاديمية لكن كل اللي جايين جايين أعضاء نادي وجايين ناس من بره الحقيقة هم منظومة جميلة وعجبانة جدا بيعملوا حاجة اسمها اختبار يعني أنا بصنف المستويات المستوى ايه مستوى بي مستوى سي مثلا فأنا المستوى دي بييجي أنا اخترت لعب مثلا جاي موليد 2002-2004-2005 اي ان كان يعني فبييجي بيتم اختباره يدخل في الأكاديمية يبتدي يدخل في اقتعاد بطوله أكاديمية تعليمية عشان لو يبتدي يبدأوا بقى تعليم مهاري معاه او لو هو لعب كويس بروحوا بغدينه على سنه على الفرق وهي دي الميزة الحقيقة ومدرب الأكاديمية ده مدرب مدرب تعليمي مدرب القطاع بطوله ده مدرب ثقل مدرب فني على مستوى محترم يعني كان عندك السنة دي اختبارات وناس بتخش ولا كان قائم برضو على أبناء العضاء لا 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 فيه اختبارات كتير جدا بالنسبة لقطاع البرامة الناشئين واختبارات للدرج أولى احنا قعدنا في الدرج أولى اختبارات لمدة أكتر من ثلاثة أسابيع ده احنا البرنامج سارختناس شئلسة موديلكوا لعب متعاقد معاكم الاسبوع الفاتي ده مين هو مصطفى رفعت ده في الناشئين لا في الفريق الكبير مولد اه مولد اتعاقد بص انا من كتر مواضيع انا اجميل العود والاستمارات اه انا بس ايه على التوقيع مببصش الاسم ولا ببص الاختيار يعني كان كابتن الشام الجهاز دكتور طب تنزل توص علينا اقول لهم لا اختيار كونتو مش اختيار انا انا لو جيت وعجبت بحد وولتلكوا اه ده كويس يبقى انا اللي اختارت انتوا يختاروا عشان انتوا يتحملوا من السلوية الشباب في الكونتوري بقول لك هنيجي نتعاقد مع حدد الكورايب ان شاء الله لا ده لا بص على فكرة انا كنت في نايلي سبورت فكان عن كنت في لقاء برضو مع موزيع جميلة كده بعد ما خلصت لقائت لدكتور انا اول واحدة بقعوضها في النادي لا انا رحت بصراحة وشفت المنشآت وشفت الشغل لا بجد والله انا مش بقول كلام يعني عشان احنا على الهوى ولا انا عشان ما احضرتك انا شفت منشآت نادي كبير يعني ده مش نادي ينفع يدال عليه درجة ربعة أو درجة تلتة حاول لك النفس الصغيرة عشان يمكن الجمهير اللي سمعانا او انت طبعا صوتك الحمد والله واصل يعني احنا بنمتلك مجموعة ملاعب تقريبا يعني مش هقول مش موجودة في مصر من افضل الملاعب الموجودة في مصر او من افضل الاندي اللي موجودة يعني احنا عندنا ملاعب ترتان سيستم اسمه ام دابليو السيستم ده اصلا مش موجود غير في اعلى انديه في مصر لان السيستم ده يعتبر زي الصلاة المغطبة بالضبط عندنا ملاعب سكواش فيه فرق بين سكواش دهنات وفرق بين بانيلز احنا عندنا ملاعب سكواش بانيلز اللي هي أغلى نوع اللي هي العيب تلسكواش عارفها يعني بيبقى full system panels عندنا ملعب قانوني ملعب 73 متر ومدمار قانوني 7500 متر عندنا ملعب نجيل الصناعية الخماسية عندنا ملعب تنس تنس أرضي بليكس كوشن كلمة بليكس كوشن دي اللي هو أعلى أنواع الأرضيات بالنسبة لملعب التنس عندنا حمام سباحة وقلنبي وغطس ممكن هل يكشوفتو وإن شاء الله شهر واحد حيكتمل هو أنا بس أسأل الناس معاه في الكنترول الفيديو بتاع الخاص بنادي ومنشآت نادي إيروسبورت جاهز معنا أو لسه شوية طيب تمام 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 ماشي أول ما يجهز يا جماعة عشان نعرضوا على الشاشة للناس برضو عشان يشوفوا المنشآت اللي احنا بنتكلم عليها مع الدكتور زكرية عندنا مبنى كامل الجيم يعني أعتقد أولايل جدا أن تلاقيت نادي يعني مبنى كامل للجيم هيلس كلاب كامل بساونة وجاكوز وستيم روم ومجموعة الجيم الكامل بالنسبة للتريد ميل والإنديفيتور ستيشن بالفري ويتس بس هو إحنا الحقيقة ده مش فضل مني ولا أنا أنا ما أنشأش النادي أنا روحت لقيته كده بس أنا برفع قبعة للعمل المنشآت صحية صحية كان إنسان بيتق الله وبيعمل حاجة للعمر فما عملش غلطة يعني حتى قاعات الأفراح أنا مشوفش قاعات أفراح عندنا قاعة أوبرا هي أوبرا هي أوبرا بالزبط يعني بتسعى لستمائة فرد إيه إيه الجمال ده وقاعة كونكورد اللي يدخل لازم يعني فرحوا فيها يعني بص هو إحنا بنقول نادي مكتمل هو حضرتك بتتكلم معنا بس أنا بقول للسادة المشاهدين الفيديو بتاع الإنشاءات نادي إيروسبرت شغال معنا على الشاشة دلوقتي يعني الناس تتفرج على الشغل الأوروبي على الأرض المصرية زي ما بيقول هو فعلا ده يعتبر ده المدخل الرئيس للفرع النادي دول ناديين قدام بعض ده أول فرع ده مدخل الرئيسي شايفين أنا الكاميرا لما جاءت الشبه ده فالمزيع قاعتلي ده مش ممكن يكون نادي ده فندق سبعة نجوم قلتلي أنا نادي قاعتلي نادي موجود في مصر قلتلي أنا نادي موجود في مصر فقالتلي طب ممكن نعمل زيارة دي قلتلي اعملي قوافل أي وقت أي وقت وأنا هستخبل أي حد يعني ده اللوبي ده متكرر 3 وحدات ملاعب الأرضية بتاعت النجيلة أنا عارف إن كان نادي إيروس بورد تقريبا مش عارف المعلومة دي صح ولا إنه صداف نادي الزمالك قبل النهائي دور أبطال أوراكي طبعا نادي الزمالك جيت مرا عندنا والحقيقة كان المداري البرتغالي أنا قفت معاه شخصيا قال لي أنا أنا ما شفتش أنا يعني أنا عايزة أجي هنا أعطوه أنا ما شفتش حاجة جمال زي الجمال ده وكان يعني إيداري بتاع نادي الزمالك كابتن أحمد زاهر أو مداخل قال لي دوغت بس أستاذينك لأن اللعيبة بتحب تشوف الملعب بيتراش قبل ما يلعبه فروح توقف المهندسين بتطور راش الملعب إحنا عندنا راش جن اللي هو بيرمي 45 متر يعني قلت لهم بصوا أنا عايزكم أول ما يبدأ تيجي اللعيبة يعني ابتدوا رش لا ملعب ملعب مواصفات رياضية صحية باش أنا أنا شكبالة وطريح حامد والأولاد اللعيبة أول ما دخلوا قلت لهم بصوا عيشوا عايزين نغرق الملعب قال لي كمان يا دكتري أنا كنت عملهم جن كل دايتين قال لا لا خليه أربع دايق باستمتاع والحقيقة أنا يعني بقولهم هارض لك يعني على المباراة يعني الحقيقة هم أدوا أدام مميز جدا جدا الحقيقة وهي دي بس هي دي كورة وهي دي كورة صحيح ده طبعا ده الجيم قدام خضرتك ده الجزء بتاع التريد ميل والكورديون كله والجزء الخلف اللي هو بتاع السينجل ستيشن حتى المساحة يا دكتور بتاعت الجيم حاجة كده ما شاء الله لو أنت خمسين فرد طبعا كده إريال على مستوى عندنا كروسفيت مش موجود في مصر ودي بقى تحدي يعني مش موجود في أي نادي في مصر يعني أبقى لحظتك إحنا عندنا منشآت تعادل الليبل ون صحيح لكن عندنا حاجة زي الكروسفيت ده فعلا مش موجودة في مصر يعني إحنا طبعا بعد الهواء هنطلع نعمل عضيات كلنا يعني أنا منتظر قوافل أي قوافل طالما يقولوا برنامجك أنت برنامج محمد الصوي أنا إن شاء الله يعني هطلب من مجلس زار يعملهم تخفيز خاص برنامج صارخة ناشئ دايما بيدعم النشئين برنامج صارخة ناشئ واصلة للقلوب لأن أنت فعلا أنت بتمسي القلوب أنت بتروح بدون تحفظه بدون كلام أنت بتوصل لناس كلها وبعدين ما شاء الله أنت شخصين عندك ميزة والرنامجي عنده ميزة أنت بتروحه لدرجة أنت بتحفظه صحيح يعني إحنا عايزين أنتوا عايشين حدث بالظبط يا دكتور ما بتاخدوش قشور يعني أنت أصلا أنا مزيع طبعا أنا عاده ده وحضرتك مش عارف أتكلم بصراحة الحقيقة أنا معلق في بسكت فأنا أعرف إزاي اللي قدامي عايش الحدث ولا قاري بس يعني أنت لما تقرأك المتين قبل البلنامج شيء وبتدور البلنامج وخلاص لكن أنت عايش الحدث وعرف تفاصيله فده دي مش موجودة في معحدة أو قلامة لا معحدة فيها عايزين بقى نتكلم عن طموهات نادي إيروس بورت وحضرتك على رأس المنظومة في الخطوات اللي جاية إن شاء الله يعني النهاردة نادي ساعة درجة ثالثة طموهات بقى بتاعة النادي اللي في الدرجة الثالثة حولي حضرتك إحنا دلوقتي إحنا أنا بس بك حبعد عشواني كورة وقول لك بقية الرياضات أنا لسه كنت أسألك بس بعد السؤال ده سريعا وحرج على الكورة ما فيش مشكلة طبعاً الكورة البابليك هو الكورة الوجهة الاهتمام كله الاهتمام طبعاً وأنا عارف إن مدى اهتمام الشعب مصري دي إحنا نكالت 100 مليون 100 مليون مش جاكورة لكن على الصعيد الآخر بقى أنا عندي السباحة والحمد لله يعني بدأ بدأنا ومع إن إحنا بقلنا سنة سنة حول نتكلم في سنة رياضة بدأنا نعمل أرقام بدأنا ناخد مدليات وده برضو في حدث غريب جداً الكاراتية عندنا أخذنا أول ولاده أول بنات ست سنين لدرجة إن المدرب وهو راجع قال لقيت طبعاً كان إداري دايماً في كل بطولة بيبقى إدارين من النادي راحين لدرجة يقال لي ده فرق الأهل والزمال الفرق دي كلها بتقول لك مين نقل إيلو سبورت اللي طلع أول علينا ده يعني حتى أولاً الأمور مش عارفين مستغربين إيه ده مين ده يعني الندي ده نشأ أمتى وعمل أبطال أمتى إنت جيت إزاي عملت بطل صحيح عندنا إسلام الحموصاني ده تاني عالم السكواش هو المتولد لوقتي وأنا طلبت منه السنة دي نحن نعمل قطع بطوله وعمل أكاديميات الحقيقة وعمل أكاديميات يعني عالية المستوى ولاده يعني الباسكت الباسكت تخصص حضرتك الباسكت الحقيقة السنة اللي فاتت كنا بدأنا تجربة الباسكت وعملنا فريق واحد الحقيقة والحمد لله احنا أخذنا أول مجموعة بطولة المنطقة السنة دي بعمل منظومة بقى كاملك اختار برعام وناشئين أنا لسه في الألعاب الجمعية مش حقدر أعمل فرقة كبيرة لا أنا يعني ان شاء الله ده التارجل بتاعي بقى الانتحادات بتصري في الألعاب الجمعية أنا عايز أعمل قطاع برعام وناشئين أطلع بيه الدرجة أولى يعني أنا مش عايز أبتدي أقول حشتري لعيبة للدرجة أولى عشان مش ولادي الكرة كده كده هتعمل لكن بقيت بقيت القطاعات لا أنا حبني من ولادي وهذا التحدي يعني أنا مدي سنتين إن أنا طلع من 18 سنة عشان أبتدي لعب الدرجة أولى أنا أقل للجهاز يعني لو تم تكوين فريق 18 سنة إنه يطلع عشرين وتصعد درجة أولى حعمل وما عنيش مشكلة إنه أنا أبدأ من من ممتاز به أبدأ من درجة ثالثة وما فيش عالقالة المستوى اللي أنت بتأديه هو بيجي لك تقرير والألعاب الجمعية ممكن حرفيتنا فيها قوية شوية أعرف أقول إن الفريق ده حيصعد ولا مش حيصعد لكن أنا في الفرقة الجمعية قررت إن ده أنا ما عملش فرقة أشتريها الوقت مع حضرتك عادة بسرعة جداً جداً يعني أنا مش عارف أقول لحضرك إيه الناس بتقول لي ختام أنا طبعاً بنوه مرة تانية إن الأرقام للتواصل مع نادي إيرس بورت هتبقى موجودة على الشاشة إن الحابب يتواصل مع نادي إيرس بورت تعاقدات أو أي حاجة الأرقام ظهر قدامكم أنا بشكر دكتور زكريا محيدين نائب رئيس مجلس دارة نادي إيرس بورت بشكل خاص لأن أنا يعني اتشرفت بحضرتك وفعلاً أنا بشكر حضرتك على الوقت ده وعلى وعد إن شاء الله نلازم الأعدة دي تتكرر تاني طبعاً هو كان فيه جزء يا جماعة أنا بنوه إن فيه جزء تصوير جاهز مع الكنترول جوه مع اللعيبة وفرحة الصعود والداريين وجهاز الفني لكن معلش الوقت إن شاء الله نعرضه في الحلقة الجاي بإذن الله بنشكر الدكتور زكريا وبنشكركم على وعد إن شاء الله متشاكل زوجك متشاكل بنامجك مشاكل لك شاصية نشكر الدكتور زكريا وبنشكر كل مشاهدين برنامج صرخة ناشئ في كل مكان على وعد إن شاء الله نلقاكي الأسبوع القادم بإذن الله